لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سابسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا احلى واجمل بنات في الدنيا معاكم جيجي من قناة وصفات طبيعية مع جيجي النهاردة وصفتنا جميلة جدا وطبيعية بمكون واحد فقط ليه علاج شي بالشعر وكمان بيكسف ويطول الشعر البقدونس يابنات رائع جدا جدا طبعا من غير ما تكلم عنه البقدونس بين قدامكم ايه هو ده المكون اللي انا هستخدمه النهاردة بس اهم حاجة لازم نعرف ايه هي الطريقة اللي انا هستخدمها النهاردة وازاي هستخدم البقدونس ده لتكسيف وتطوير الشعر وكمان علاج شي بالشعر يلا بينا خليكي مع جيجي واعتراحي بعيد عشان تعرفي ازاي هنعمل الطريقة بتاعتنا وازاي هنعالج شي بالشعر ونطول شعرنا بالبقدونس مبدئيا كده يا بنات كل اللي احتاج هي حزمة واحدة من البقدونس زي ما انتو شايفين كده وهنغسلها كويس جدا وهنحتاج كوب من الميا هنرفع كوب الميا على النار زي ما انتو شايفين كده كوب ميا على حزمة البقدونس وهنرفعها على النار لحد الغليان من خمس لعشر دقايق بعد كده هنطفي عليها ونسيبها طبرة تماما بعد كده هنجيب المصفة بتاعتنا وهنبدأ نصفي نصفي البقدونس عشان احنا عايزين الميا فقط بتاعت البقدونس بالشكل دي يا بنات انا صفتها وهبدأ استخدمها بقى ازاي هناخد الشعر بتاعنا عادي جدا بالشامبو بتاعنا بعد مناخد الشعر بتاعنا هنبدأ نخسل شعرنا بالميا بتاعت البقدونس دي هتخسلي بقى شعرك وتتعاكي شعرك باطراف صوابعك كده علشان تخلي الوصفة يعني فروة الراس تستفاد من الوصفة بتاعتنا بتكسف الشعر وبتطول الشعر وبتدي لبعين جميل جدا اه وبتعالج شي بالشعر اه ماشي على الوصفة دي من تلت لاربع اسابيع ونجيب معاك نتيجة ان شاء الله ممتازة اه هتخلي شعرك ناعم زي الحرير بازن الله حباب قلبي دي كانت الوصفة بتاعتنا وصفة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة اه ان شاء الله بازن الله تكون فعالة ونجيب نتيجة رائعة معاكم ازا عجبتكم الوصفة تنسوا اشتركوا لايك للفيديو وشايروا الفيديو كل اصحابكم على الفيسبوك وجوجل بلاس واتساب وانستجرام واستنوني ان شاء الله في وصفة جديدة مع جي جي للوصفات الطبعية واشوفكم الفيديو الجاي لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سابسكرايب وتفعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد الفيديو